بتوجيهة كلمة من صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى نائب أولي لرئيس مجلس الوزراء وبحضور معلش خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء انطلقت عمل ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الضمان الصحي الشامل لمملكة البحرين والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالشاركة مع البنك الدولي بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات الحكومية وقد أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقا من الرؤى السامية لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر واهتماما من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ونوها معالي بما يمثله القطاع الصحي في مملكة البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشارته المملكة منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها وهو ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي والذي يدفع لمواصلة التميز والإبداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة وأشار معالي إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار مناقشة وضع رؤية شاملة لعملية تطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية التي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عال للجميع وكذلك إفساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ونوها معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان هو لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديد المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين في المملكة وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة ما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطورا محليا وطبقا لأرقى المعايير الطبية العالمية وما تم التواصل إليه من ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة مشيرا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام وإثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه من جانبه استعرض رئيس فريق خبراء البنك الدولي دكتور فراس بن راعد بن زيد ملخصا للدراسة التي أجراها البنك في هذا الشأن كما قدم فريق البنك الدولي عرضا مفصلا بشأن إدارة شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة كما تم شرح بعض التجارب الدولية في تصميم صناديق الضمان وما تتكون منه من إدارات أساسية وشرح لمنظومة شراء الخدمات من خلال الصندوق منوهين على أهمية دور الصندوق في قياس جودة الخدمات وفاعليتها كما استعرض الفريق الخطوات الفنية الأولية في مشروع الضمان الصحية التي تم إنجازها خلال العام 2015 والعناصر الرئيسة التي يجب أن ينبغي عليها نظام التسيير الذاتي وشرح آليات الانتقال من المستشفيات العامة إلى نظام التسيير الذاتي وأفضل الطرق المتبعة حسب الدراسات والتجارب الدولية في هذا المجال ثم قدم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضا تفصيليا اجتمل على الركائز الرئيسية التي سيبنى عليها قانون النظام الضمان الصحي كما استعرض معالي ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق البرنامج والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين وتعزز قدرات المملكة على المنافسة إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنفسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة عادلة وتنافسية ومتوفرة للجميع ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها ورشة اليوم الحقيقة يعني احنا عقدناها على تعليمات من سموي العاد لأنه لما قدمنانا احنا الفكرة عن موضوع تطبيق نظام التأمين الصحي طلب مننا نسوي ورشة عمل موسعة حق المسؤولين في الحكومة حتى نشرح لهم الخطة ونشرح لهم الأشياء اللي نبي نسويها وحتى نعطيهم بالإضافة هذه نجاوب على كل تساؤلاتهم وكل يعني الأشياء اللي يهمهم في الموضوع فالحقيقة من هذا السبب احنا سوينها النشأة الندوة بالتعاون مع الخبراء من البنك الدولي النظام اللي دي احنا بيصير انه بيكون في فصل من بين المشتري الخدمة ومقدم الخدمة المشتري الخدمة بيكون هو الصندوق فالحكومة بتعطي ما تعطي الميزانية حق وزارة الصحية تعطي الميزانية حق الصندوق والصندوق يشتري الخدمة حق المواطنين من المساشفيات والمراكب الصحية الشراء الخدمة ما بني على سعر وما بني على نوعية يعني لازم نهو يشترط والله انتوا لازم يكون نوعية خدمتكم تكون جيدة عشان انا يعني اعطيكم المبالغة اللي تبونا فوق هذه انا اعطينا المريض حرية الاختيار انه مثلا انه يقدر مثلا اذا كان في الصحاء الاولي يختار طبيب الاسر ماله واذا كان يبي يروح للمستشفي يختار اي مستشفي المستشفات الحكومية يروح لها هذا التعاون تمت صياغته مع حكومة مملكة البحرين للوصول الى افضل الخيارات لدينا خبرة عالمية طويلة في هذا المجال لذا نحن نضع بين يدي حكومة البحرين هذه الخبرة العالمية لنمنحها الفرصة لاختيار المثال الافضل